بموازات ذلك انطلق ملتقى طباء الإنسانية في المغرب تحت شعار على خطى زايدة وذلك تزامنا مع حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية في القرى المغربية للتخفيف عن المرضى فيها وعام التسامح ويهدف الملتقى إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي التخصصي والعطاء الإنساني بين الكوادر الطبية الشبابية وتمكينهم في خدمة الإنسانية بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الديانة انسجاما مع الروح الإنسانية للمغفور له بذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل هيان طيب الله ثرى ويتضمن ملتقى طباء الإنسانية تضمن العديد من المحاضرات لتطوير مهارات الكوادر الطبية الشبابية وإكسابهم خبرات ميدانية تمكنهم من المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمعات تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية بإشراف أكاديمية زايد للعمل الإنساني ترجمة نانسي قنقر